لم يعد نهر دجلة كما كان في السابق المياه انخفضت بشكل كبير وبانت ملامح قعر النهر في الأسابيع الماضية أو في الشهرين الماضيين حتى وصل إلى هذا الحد مشهد الجفاف بنهر دجلة يوضح فشل السياسة المائية في التعامل مع دول المنبع والذي أثر كليا على المحصول الزراعي لهذا الموسم زراعيا كان هناك تأثير واضح وسلبي على القطاع الزراعي قد تم تقليص الخطة الزراعية لهذا الموسم ونستطيع أن نقول يكاد لا يكون هناك خطة زراعية لموسم الصيف نحن نعلم بسبب تغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة مع قلة واردات المائية من دول الجوار في الأشهر الماضية تباحثت الحكومة العراقية مع كل من طهران وأنقرة للمطالبة بزيادة الحصة المائية للعراق من نهري دجلة والفرات إلا أنهما لم يستجيبا لطلبات العراق المتكررة بهذا الصدد ما أدى إلى تفاقم الأزمة حاليا تراجحت كميات نهري دجلة والفرات إلى مستويات تنظر باحتمال فقدان مياه الشرب حيث انخفض المخزون المائي الاستراتيجي في البلاد إلى سبعة مليارات ونصف المليار متر مكعب للمرة الأولى في تاريخ البلاد مهدي غريب واني نيوز بغداد